شابت نشام نحط تاني الزمالك عادة جوز والدو فريرا حتى لو بدأ المباراة بشكل مش جيد الأمور بتتعدل في الشوت التاني وده ما حصلش برضو في الزمالك في مباراة السوق اللي حصل؟ إن الشوت التاني عادة الزمالك بيعدل من أوضاعه ما هو بيعدل من أوضاعه؟ بس ما عدلش من أوضاعه ما عدلش هو المتشارب منه كله ها يعني الجيم كله غير يعني التغيرات اللي حصلت ما كانش سليمة فهو ما قدرش يسيطر على الحتة دي تاني حاجة يعني اللعيبة كان جوه الملعب كمان ما كانتش موفقة يعني كان الدي اوف بتاعها بس ده زيزو بس اللي كان بيضايع فرص ها هو زيزو ما ضايع شغل فرصتين كان ممسك كويس ها هو زيزو يعني فيه فرص تانية افتكال للزمال وبعد كده لأ أنت فيه حاجة مهمة جدا يعني أنا النهاردة مفروض فريق بقالي واخد دوري وكاس ودوري وعندي ثبات في الفرقة صح في التشكيل أنا إيه ليه خليه أن أنا أغير في شكل التيم بتاعي وأن أنا عشان أعملت صفقات كتيرة يجب عليك أنك تغير من شكل التيم ما ينفعش أن أنا النهاردة مفروض ماتش زي ده أنت بتلعب وعندك لعيبة أخد الدوري وأخد كاس بيهم نفس المجموعة يعني أنت التغييرات اللي حصلت إيه أن طريق حامل مشي أن بن شرقي مشي أن لازي كلها مشي وجبت أنت صفقات تانية جديدة مظبوط مش على قد مستوى مش على قد المستوى بتاع اللي مشيه يعني شاف أن الصفقات اللي جات في نادي الزمالك جديدة لا لا خلي بالك أنت باش فهم كلمت الحتة دي طب أنا طريق حامل ماشي وهو عالي ماشي بن شرقي ماشي وهو عالي هو كان جايين في الأول عاديين صح يبقى أنا النهاردة مشيت واحد عالي قوي وجايب واحد لسه هيبتدي معايا هيعلم أنت فاهم هيعلم أنت لسه هتديره هياخد لسه الروح بسيبتدي اللعيبة كانوا غايبين عن الزمالك في المرة دي بسبب الإصابة ناضاي وسامسون الاتنين دول هيستفيد منهم الزمالك كويسة أو كويسين جدا بس يعني مصابين ما بالزبط طيب هل الزمالك كان محتاج مهاجم كمان مهاجم كمان انت محتاج واحد تاني عمتا بس يعني المسلوسة سمودة الجزيرة لعيب كويس وعنده إمكانات كويسة وهو في الماتش اللي فات يعني ما خدش المساعدات دعم ما كانش فيه حد بيموله آه لما سيبي جديني جزيري خرج ما كانش فيه مهاجم ينزل مكانه ما أنا بقولك التغييرات اللي حصلت تغييرات كلها كانت غير سليمة هو الماتش جري من مصر فريلا أول ماتش أشوفهم لغبط انت عارف ممكن يعمل الكلام ده مع فرق عادية لكن مع النادي الأهلي لأ ما ينفعش ألعب النادي الأهلي اللي هو النادي الأهلي عنده أوراق قوية برضو في نفس الوقت ما ينفعش لكن الأندية الثانية بتبقى عندك فيه أماكن تقدر تشتغل عليها فيه مساحات تقدر تشتغل عليها فيه لعيبة ما عندهاش كفاءة عالية انها تقوم بالعملات التغيير فانت تقدر تركب فلان وفلان وفلان من النادي الزمالي لكن لما بتيجي النهاردة بتعب نادي الأهلي النهاردة مثلا ناحية الشمال انت حاطت مثلا سي حاطت زيزو ناحية الشمال أو ناحية مين أو انت بتلعب بفرود يعني بالظاهر شوية يعني انت فاهم فزيزو دوره مش واضح جوا الملعب أنا حاس ان زيزو متكتف يعني في المباراة وبعد كده بيتحرك جانبيا كتير جدا فنادي الأهلي كان من أول لحظة نزل فيها الماتش وهو نازل عارف هو محدد نفسه عايز ايه نادي الزمالك لعبته نازلة مش محددة هي عايزة ايه هي مكتش عارفة انها عايزة ايه الطريقة ممكن تكون لغباطة الدورة شوية اعداد اللاعب النفسي قبل المباراة لعيبة نادي الأهلي متعدين كويس عاملين معسكر مركزين رايحين عليهم هدف ان هم يكسبوا المباراة لعيبة نادي الزمالك احنا شغالين كنا في حتة تانية خالص النهاردة وانت قاعد بتتكلم على مشاكل متنفعش نحنا نتكلم فيها انا متوجه الى التشيرت ومتوجه الى المعرفش ايه في السوشال ميديا ومين بتاعه والكلام ده كل ده وانا تركيزي مفروض جماهيرية مفروض ان زمان الجماهير تشد حيلك يا نادي يا زمالك تشد حيلك يا اهل مثلا اللاعب انت تركز الماتش اللي جاي انت مين هيلعب على مين مين هيقفل على مين مين النهاردة التامرينة عاملة ازاي النهاردة اللاعيبة بتاعت نادي الزمالك داخلها المباراة عاديين بتفكر ايه اللون اللي هنلبسه ايه الدنيا اللي احنا هنشتغل عليها حاجات دي كلها خرقلي طبعا لعبت نادي الزمال من التركيز من الجيم تماما صحيح وانت لقيت نفسك نازل قدام فريق محتاج عشان عايز يكسب خسران دوري مرتين وخسران كاس فعايز يكسب اكيد طبعا لازم الحافز عنده يبقى الحافز عنده اكبر انا البطل خلاص خلص المطش انتهى البطولة وانتهى في بطولة كمان في بطولة كمان مفهوم